طريقة ترحيل كهربائي للبورتينات أو الألكتروفورسز. أولا يتم إحضار ورقة ترشيح مثل هذه تحت ورقة عدة ثقوب صغيرة. توضع كل عينة في عدة هذه الثقوب. وبعد ذلك يتم وضع هذه الورقة في محلول قطبي أو لا قطبي. هذا المحلول يعطي شحنة سالبة للبورتينات فتشحن البورتينات في الشحنة السالبة. وبعد ذلك يتم إضافة تيار كهربائي لهذا المحلول أو لهذا الحوض الذي يحتوي على وقل ترشيح. فتنتقل البورتينات حسب وزنها الجزائية وشحنتها من القطب السالب إلى القطب الموجب. فتكون البورتينات التي حجمها صغير وشحنتها قوية تنتقل بسرعة. على أكس البورتينات التي تكون شحنتها قليلة نوعا ما سالب. سالب. آآ ولكن ليس بالشدة. وكذلك حجمها يكون كبير. فتترتب. آآ بشكل معين. كهذا الشكل. هذه. تترتب على شكل خطوط معينة. كل آآ خطق يمثل. نوع من نوع البورتينات التي ذكرناها سابقا. وعند مقارنتها. آآ طبعا بعد صبرها. آآ تعطي لون معين. وعند مقارنتها بمعايير ثابتة ومعينة. يتم معرفة كل آآ مكان. وما هو البورتينات هذه قابلة. كل ما زالت شدة اللون. اي زالت نسبة البوتين.